السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ومصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب قلبي عاملين ايه وحشتوني اتمنى ان انا كن بقدم حاجة بتفيدكم النهاردة هنعمل اجنحة بالفجتار مقرمشة جميلة رحيتها تحفى حاجة كده وهم بطريقة سهلة وبسيطة واجنحة كمان كبيرة حجمها عامل زي الورك فعلشان هي كبيرة هنسلقها نص سلقة هناخدها كده على النار شوية بجباية مية عشان نتأكد ان جواها ميستوي اهو بالمنظر نشايفينه لحمة بتاعها ابيض ما فيش تكتلات دم ولا اي حاجة نجيف وزايل فل من جوه عشان سلقناها نص سلقة اتمنى لو اول مرة تشوفوني تعملوا اشتراك والدوسوا لايك والتعليق الجميل واتمنى انتوا تدعموني وتشجعوني عشان القناة تكبر نقول بسم الله الرحمن الرحيم ايدي اللجنحة غسلتها كويس جدا بملح وخل ومية شطفتها كذا مرة لغاية ما بقت رحيتها زي الفل وما فيش اي حاجة ولا ريشة ولا اي حاجة نجيفها وزايل الفل وبعدين هروح غالية كوباية واحدة مية في صنية واروح سقطة الاجنحة بتاعتي وبعدين هحط عليها بصلة مبشورة وفلفل اسود وملح وجنزبيل وارفة الارفة والجنزبيل الجنزبيل بالذات بيكون حلوة قوي مع الطيور بيمنع اي رحة زفارة وبيخليها رحتها جميلة جدا والارفة كمان الارفة بتجرد دورة دموية ده البصل بتاع البصلة المبشورة اللي انا حطيتها على اللاجنحة خدت الماء بتاعتها عصرتها هحط عليها شوية ملح وشوية جنزبيل وارفة وشوية فلفل اسود وقلب الميت البصل ديت مع التوابل ديت وحضر معلقتين بقسمات ناعم معلقت دي ومعلقت نشا وحط عليهم بردو نفس البهرات اللي هو ملح وفلفل اسود وجنزبيل وارفة وبعدين هحط عليهم معلقت شطة لو انت عايزها سبايسي دي فعالها معلقة شطة علشان لقيت الفيجيطار مش حرق فقلت احطت انا شوية شطة على البقسمات والنشا والدقيق هعملها بطريقة مختلفة شوية وفي نفس الوقت هتضعف الجناح هتخليه حجمه كبير جدا وتحس ان هو وارك مش جناح ده الفيجيطار جبت كسين على قد الاجنحة حوالي اتنين كيلو ثمان اجنحة هحط كسين الفيجيطار في طبق واسع وبعدين هعملها ازاي بقى بطريقة مختلفة هاركم بقى الفيجيطار مع البقسمات والدقيق والنشا كده على جن واروح جايبه اول حاجة دي البيضة هستعملها مع الفيجيطار تاني مرحلة هحط عليها برضو شوية توابل فلفل اسود وملح جنزبيل وقرفة واقلبها بشوكة وبعدين اركنها دي المرحلة التانية مع الفيجيطار بحضر كل حاجة علشان التصوير وبعد كده هروح بقى اعمل ايه هستعمل اول حاجة البقسمات المعلقتين البقسمات مع معلقة دي مع معلقة النشدول ميت البصل اللي انا حطيته على الاجنحة حطيته عليه التوابل الجناح نص سلقة لان حاج مبير لو كان صغير كنا تب لنية بالبصل والبهارات من غير ما نحطه على النار شوية هو خد غلوتين بس وصف نوعه حطيته في ميت البصل مع البهارات وبعد كده احط عليه البقسماته دي والنشة النشة بتخليها مقرمشة الميت البصل والتدبيلة هتخليها شربة البصل والتدبيلة وطعمها حلو جدا كأنه سيبعها وقت طويل في التدبيلة دي بعمل لها كفر علشان احطها بعد شوية في بيض وبعدين احطها في الجتار المرحلة الأخيرة وبعدين نقليها في الزيت الطريقة دي جميلة جدا دي شكلها بعد ما عملتها بمية البصل والبقسمات والدقيق والنشة قلنا البقسمات ده في الدقيق والنشة يعني معلقتين نشة والدقيق ومعلقتين بقسمات نيحة ده البيض بقى دي المرحلة التانية هجيب بقى الجناح اغطسه كده في قلب البيض مع الفلفل اسود والملح وجنزبيل والقرفة هتتعليها معلقة صلصة صغيرة عشان يبقى لون الجناح احمر كده وجميل ويبقى لونه حلو جدا وهو محمر وشكله يفتح النفس احنا قلنا برضو ان العين بتاكل قبل الايد والبق ونبتجي ان احنا نضرب المكونات دي مع بعض ونغطس فيها الجناح حتى لونه عامل ازاي شمالات لونه مميز جدا اعملهم كلهم اغطسهم هركنهم في الطبق وبعدين اقلي مرة بحد نفس الحكاية حطيته في البيت والتوابل ومعلقة الصلصة وبعدين احطه بمرحلة الاخيرة بقى في الفيجيتار لو انت عايزة فيجيتار حار هاتيه انا كنت جايباه عادي فحطيت شوية شطة على التوابل اللي هي البقسمات والدي والنشا اللي هو الكفر اللي تحته هتلاقي حجمه ضعف جدا لاني انا عملته البيت بيضاعف شكله وتحس ان حجمه نفش كده وحجمه كبر جدا وبعد كده اكون ادحى زيت غزير لازم يكون زيت كتير عايزين القطع اول لما نزلها في الزيت تبقى مش باين منها حاجة علشان تتحمر على ناحيتين على وشين ابتدي اعمل كل الكمية اللي عندي كده وبعدين انزلها في الزيت الغزير اكون اعملك كمية وبتدي ان انا اقلي بقى احط في كل طاصة اتنين او تلاتة حسب الحجم الطاصة اللي عندك وبعدين اصبر عليها لغاية نتيجة دي لون من تحت لون كده اصفر كده كارمانة كرمل كده لون جميل تبدأ التحمر اروح قلبيها بالشوكة او بالمساكة او باي حاجة على الوش التاني بدأ التحمر هي هبتدي ان انا اقلبها الناحية التانية احمرت وبقى شكلها تحفة شكلها بقى جميل الجناح الضعف بقى ابد الورك علشان الكوفر اللي عملته والبيض والحاجات الكتير اللي حطناها كل دو طريقة مختلفة احسن من السليق والتحمير اهو تغيير تغيير حاجة مختلفة واولادنا بيحبوا الطريقة دية مع مكارونا مع بطاطس مع اي اكلة احنا شايفين اصعار الفراخ غلية فالجناحة كله نعمة من عند ربنا وجميلة برضو واكلة مميزة وفي المحلات الكبيرة بيبعوها تشيكن وينجس والاولاد بيحبوها وبيطلبوها بالقسم اه دي منظرها تحفة بعد ما تقلت شكلها جميل جداً ما تنسي ليش في اللايك والتعليق شكراً جداً على المتابعات كلية ولقوا المرة تشوفيني دوسع الاشتراك فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم حبيبالي